الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تستقبل الأمة الإسلامية عاماً هجرياً جديداً وبإذن الله عز وجل نتناول هذا الحدث العظيم ألا وهو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام على حسب ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونربط هذا الموضوع بالواقع وتناولنا لهذا الحدث في هذه الحلقة لا تجده في وسائل الإعلام لا في الإزاعات ولا في التلفزيون وأنت الآن ستنظر بعينيك وستسمع بأذنك ما سنتناوله في الحديث عن الهجرة وشيلوا أمش غارن به الدكاترة والشيوخ اللي بيجيبوهم الليلة وبكرة وغيره في التلفزيون والبرفات اللي بيتناوله ليك مسألة الهجرة وقارن براك أولاً النبي عليه الصلاة والسلام أول سؤال لماذا هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة أول سؤال قبل ما نمش للحمام والعنكبوت والقصص اللي بيجيبوها في التلفزيون قبل العنكبوت هو مرق ليزاته من مكة مش تسؤال منطقي ما مكة دي بلده التي أولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهي أحب البقاع إلى قلبه عليه الصلاة والسلام لماذا أخرج النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ذا ربنا جابه لنا في القرآن قال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ربنا أمره إنه يقوم وينذر الناس ويخوف الناس في مكة الكلام ذا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمر جمن الله عز وجل وصعد إلى جبل الصفا وقال واصباحا مش يا صباحا شا ما يجيك سوفي غشك يقول لك الرسول كم من هذه غير الله قال يا صباحا بالله دار تبرق ومشرك كمان من النبي صلى الله عليه وسلم قال واصباحا وده أسلوب بتاع النداء يستخدم لجمع الناس العرب كان بيعرفوا زمان واصباحا كأنه في أمر مهم يحتاج إلى اجتماع فعلا الناس يتلمت كلهم يتلموا ناس مكة يتلموا قالوا نمش نشوف الموضوع شنو قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الجبل أرايتم إن أخبرتكم أن جيشا مصبحكم أو ممسيكم أو كنتم مصدقي قال لهم كان قلت لكم في جيشا هيكم بيصدقوني ولا ما بيصدقوا قالوا ما جربنا عليك كذبا قط إنتما عندنا الصادق الأمين ما أصلا ما حصل مرة شوفناك بتكذب بيدليل إنه كان يلقب بالصادق الأمين طيب كويس لغايتنا قال والجماعة قادين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا طوالنا الطاب أبو لهب لأنه بعرف لا إله إلا الله يعني شنو الليلة لو قلنا نحن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا السودان كله بيقول لك لا إله إلا الله يا مولانا لكن ما بعرفوا معناها لكن أبو لهب بعرف تماما يعني شنو لا إله إلا الله شاكد أول ما سمعها تال تبا لك اتقى شوية ما قلت ما جربنا عليك كذب تاني ليه تقول له تبا لك وشوف الموضوع ده أربط بالحلقة في ناس بيجوا جودات قلوا شوية لما احتلق واحد كان تأكل بيجاي اظن بي مفتكر انه هنا بوزع بسكويت ولا حاجة جا قاعد في الواطن مبسوط اول ما اقول ابقى هبش الجرح لقت شباطه طوالي وطلع الكبر هناك وعمل لنا كده وفات ديها تبا لكم زاتا انتا قاعد شنو ياها زاتا هو قاعد انه في حاجة وكان قاعد في النوس والله قام في الحتة دي هم مفتكر انه في شي يا أخوين احنا ما عندنا نلاقي حاجة والله ترمز ما ندي ترمز شا ما تقول اي شو ما بتأكل الكسرة ما بنأكل ان شاء الله تموت نعلمك عقيدة بس كسرة ما عندنا عرفتها ما بندي قايش شما لا بتأكل الكسرة وبوناش ازول الكسرة بتأكل نحن نعلمك الدين نعلمك العقيدة الصحيحة عرفتها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا اله الا الله هم فيهم معنى هذه الكلمة لانه كانوا عرب بيفهموا القرآن لانه القرآن نزل بلقاتهم قرآنا عربيا غير ذي عوج نزل بلقاتهم ايوان لا اله الا الله عندهم معناتا لا تما بينفع ولا بدور ده ولي ولي عندهم هبل ما بيدي الجنة منات ما عنده حاجة لا بيشفع لا بيقرب لها الله ولا بدخل الجنة ولا بيبعد من النار ما ديل يا اتقال ديل ما اولي ديل الاولي يبتعنهم والذين اتخذوا من دونه اولياء يا هم ديل ما نعبدهم قالوا نحن ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربون الى الله زلفا قالوا والله نحن ما نعبدهم نحن ما زهر انهم يقربون الى الله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا اله الا الله هم عرفوا ان معناته العقيدة بتعاتوا اندفعش هذا في الملة الاشي دا ما سمعنا بأسه انت يا داما سيدار تجي تقول لنا انه الاولياء ما بتدجنه ولا بنفع ولا بضره اخي نحن لدينا سنين لدينا مئات السنين جاي انت الليلة تورينا تقول لنا انه الاولياء ديل ما عندهم حاجة اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجب لما سمعوا الكلام دا اول زول قام عم عم اشوف العقيدة دي بتفرق بين الوالد وولده وبين الاخ واخوه وبين الزوج وزوجته العقيدة بتفرق شاكيد ربنا قال تبارك الذي هذل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا الفرقان بين الحق والباطل ما مثلا مواصلا مع بعض قالوا جعل الاله طوالي قال له تبا لك لهذا جمعتنا اتا قللها مينة شان تقول لنا كلام زي دا ها وده فيه الرد على جماعة المادار امرقوا من الجحور قالوا شغل في السوق دا ما من السنة بالله والنفس السلام لماهن وين ما لماهن في الجبل اتا يعني إلا للمك في الكبر نحنا شان تغتنع يعني ما يواحدة الرسول لماهن في الجبل نحنا لما يناكينا نفس الحكاية عرفتها ف لما قالوا الكلام دا النبي سأسلم طبعا ما بيخلي الموضوع دا عشان كلامهم هم قاموا تلموا عملوا اجتماع زي الليلة لما تتكلم في المساجد اللجنة بتعمل اجتماع طبعا اول ما تمشي والله تمشي الجامع شوف الكلام دا بقوله كتير الان تلقى المنشورات في المساجد تدخش اي جامع الا من رحم الله حتى الجوامع بتاعت انبات تقول لما تخجوه تلقى قدام فيه حاجة كبيرة كده معلقة توجيهات يقول لك فوق كأنه 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 تخاشي شارع اتجاه واحد توجيهات لا يجوز التحدث الا بعد اذن الامام اها اتاني اه يمنع منع انباتا التحدث في المساهل الخلافية خلافية ياتو خلافية انتعارف خلافية دي معناها شنو خلافية معنات البرع ما تجيبه المكاشر ما تجيبه الصيم دي ما ما تذكر اسمه دي بسموها خلافية يمنع منع انباتا التحدث في المساهل الخلافية مما تلقى ورقة زي دي تعرف انه واحد من اخواننا ديل جامع لمرور بالمسجد مما يجي مرور بالمسجد طوال اللجنة بتعمل اجتماع طبعا اللجنة عبارة عن صلطة فوق في صوفي تحد منه اخو مسلم تحد دا لعب الوسط انصار سنة لعب الوسط يكون مشجع بيجاي وبيجاي انصار سنة تلقى قاعد في النص عرفتا بق بيلعب بهناك وبيلعب بهنا وانت لما تجي برضو بيلعب معك شوية عرفتا شايد دا كل الاتجاهات ديها اتلاقتك لجنة ماكنا ديها اللجان بتاحت المساجد في انتا دانين يوقفوا دعوة الحق وانها لهم ما بده قدر لو كان في زول بيقدر اكان قدروا ناس ابو لهب اكان قدر فرعون لكن ما قدر ولا بيقدروا والدعوة ماشى بإذن الله عز وجل فيمتا جواد اين اي زول جواد اين اي زول الكلام ده بنقوله والله في اي محل نقوله فيمتا عمروا اجتمع طوالي ناس مكة قالوا زول دا لازم نشوف الحل بالطريقة دي حاجوط لينا مكة دي جوطة غريبة من روحة لا بدنا شوف ليه حل فربنا عز وجل قال في سورة الانفل واذ ينكر بك مكارين مجار ما بعدين الاجتماع دا ما بيجيبوك انت فيه بيسوه بعد ما تفوتدت واذ يمكر دا لها المكر ذاته انت ما تجيبني انا قاعدني قل لي دا نعمل اجتماع ليك انت سينا نديك ايتين تلاتة كسر راسك يا بتاع اللجنة فربنا قالوا واذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله خد بالك للعيد تدي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك الى اخر الايات من صورة من صورة الانفال الشاهد عندنا ان مكروا بن نبي عليه الصلاة والسلام اقترحوا ثلاث اقتراحات فيه ناس قالوا نربطوا ما امروك يتكلم ثاني نربطوا بس يثبتوك يعني يقيدوك يربطوك يمنعوك من الكلام شاكده دائما تلقى اللجنة بتصدر غرارات يقول لك هذا الشاب لابد انه يجي الشاب ده عمل لنا مشاكل وفرق الامة مي يوم يقول لك والله ان احنا كنا متآلفين في هذا المسجد يقول لك اللي اخو المسلم وطبعا انتم تعرفون يا احبتي في الله اننا كنا متآلفين في هذا المسجد وما كان فيه مشاكل داري خم الناس يقول لهم مما الشاب ده جاء المسجد ده بيقى فيه مشاكل وبيقى فيه وجوطة نفس الكلام ده داري يتطبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نربطوا في واحد تاني النطة قال لهم والله لو ربطوا ده ماحل احتمالي فك ولا احتمالي يجي فكوه ولا احتمالي امروك الربية ده ماحل يا ايوة طيب نسوي شنو او يقتلوك قالوا نقتلوا نرتاح منهم مرة واحد نقتلوا بس نرتاح منهم مرة واحد قالوا والله ده برضو ماحل لو كتنا الزلد عنده عشيرة وعنده ناس كبارات في مكة ما بيخلونا قالوا او يخرجوك الله قال وحدين تاني قالوا نمركوا من البلد مرة واحد تاني برضو قالوا والله ما ينفع لهم مرقنا حيمشي للملفي غري بأي جاي ولا بأي جاي الى اخبط علينا الشغلانة وبكتروا بعشوية بكتروا بكتروا بعشوية حيجر اجعين الى اخبطوا مالقوا حلصا في النهاية لما انعجزوا عن القتل در رأي المالوليو في النهاية انه يقتله يرتاعوا منه لكن عجزوا عن القتل لأن الله عز وجل قال ويمكر الله والله خير الماكرين بعد ذا قالوا خلاص نطلعه طردوا قالوا ما يقعد معنا والدليل انه طردوا النبس هسلم لما خرج نظر الى مكة قال والله انك لأحب البلاد الي ولولا قومك اخرجوني ما خرجت ابدا طلعوا قال النبس هسلم ما طلعوا ومن قبل طلع الرسل قال الله تعالى في سورة ابراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا قالوا لما رجعت اخليت الكلام اللي بتقولوا نحن بانطلعكم او لتعودن في ملتنا فأوحى اليهم ربوهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتعوا وخاب كل جبار عنيف طلعوا النبي عليه الصلاة والسلام يبقى والحاجة تعريفة انه النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج الا للصدع بدعوة التوحيد دي في التلفزيون والله ما بيقولوا لك اتحداك والله ما يقولوا لك الكلام الغريبة يجيبوا صوفي يتكلم عن الهجرة صوفي تلقى قاعد يدلقان اختر وهجر الحبيب من مكة يا أخي حبيب تكسر رأسك هما مرق عشان النوعية بتاعتك تقالوا مرق ليه مرقوا جدودك زي ما قال أخونا عشان النوعية بتاعتك دي لكن الأمة لو بتفقه دا المفروض تركب باستونا مش اجي يتكلم عن الهجرة لانه انت اتا سبب في الهجرة غات يا صوفي اتا سبب في الهجرة حرفتا مرق ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ما سبب الشرك بالله عز وجل مرق خلي مكة وطلع لكن ربنا تاني جابه فتح مكة كما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح أول ما جاء ما شنو كسر الأصنام ناس أبوك الشيخ ما غل صنم ناس هبل ومنات ومنات كسروا لأنه دا موضوع اتا قال الرسول الله رسل له ها اتا قال الله رسل له عشان يقول له وكلنا نعمل سويا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما افترقنا فيه فيما اختلفنا فيه وصوفية أحبتنا في الله وإخواننا في الله والسودان يجمعنا والسودان وطن شاسع وطن إلم الجميع اوه يا زول ما بلم الجميع إلم الجميع كيف صوفي بليد بنادي الشيخ دار تلمه مع زول بنادي الله ها فمن كان مؤمنة كمن كان فاسقها لا يستوون الله قال دار تساوي نتا الله قال ما بيستو دار تساوي نتا دار تساوي نتا دار يخواننا أهم فائدة من فوائد الهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الصدع بدعوة التوحيد وده هو اللي نحن شغالين فيه الآن في حلقاتنا دي والبنعان منه كما عانى منه الرسل من قبلنا بنعان منه اليوم الليلة لأنه نفس شوف الحكاية دي ما سنة سنة ثابتة ما بتتغير انت لو بتتكلم في الموضوع ده والله ما يخلوك والله ما يخلوك أما لو دائر تبقى ظريف ونظيف وجلابيتك مكوية ولابس لك شال ولابسها ودائر الناس يقول لك اوه مولانا جاء مولانا مشاء مولانا اوه فضل يا مولانا وجيبوا لك مازا وموية الصحة لو دائر يسوي لك شغل زيدا ما تذكر ناس البرعي والله يزقوك مازا وجيبوا لك موية الصحة شفتها ويقعدوا لك تهيد كذا لكن انت تعالى قعد ويقول لهم البرعي ما بيت بيجانا والله موية مأسورة ما يجيبوا لك إلا إليمو فيك أخوان المساقين يزقوك موية موية مأسورة الله ما يزقوك إليفتا أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم أخونا شهاب عوض